هوية بريس وأكثر من هذا وخلال نقاش جرى دخل القسم اتهمت ذات الأستاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيدوفيليا لأنه وفق فهمها الأعوج تزوج السيدة عائشة وهي بنت تسع أو عشر سنوات وازدرت آية في القرآن الكريم وهاجمتها لأن وفق فهمها تحث على ضرب النساء الأستاذ المثير للجدل تؤكد على تلامذتها في أكثر من حصة حتمية احترام الحرية الفرضية وعدم الإنكار على من يقوم بأفعال مشينة بالفضاء العام بما في ذلك الإخلال العلني بالحياء العام ومن خلال أفكارها وما تعمل على تمريره لتلاميذ قاصر يبدو أن الأستاذ المشار إليها تنتمي لتيار فكر معروف بموقفه المعادل الدين والهوية المغربية وهي تناضل للتطبيع مع أفكاره الدخيلة وتخل بواجبها المهني ما يطرح أكثر من سؤال عن دور وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حماية التلاميذ من هذا التوجه الخطير الذي يرم زعزعة عقيدة النجح خاصة وأن هذا الأمر تكرر في غير ما مؤسسة على امتداد التراب الوطنية